بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين دخلت الأعلامية حيات الدرديري إلى المستشفى بالأسكندرية أسر وعقة صحية ألمت بها وتم نقلها إلى مركز السموم لعدم جاهزية المستشفى الموجودة بالساحل وتداولت الأنباء حول إصابة حيات الدرديري بالتسمم بسبب تناولها صبغة شعر وهو الأمر الذي نفى زوجها الإعلامي توفي عكاشة وقال إن حيات الدرديري أصيبت بحالة هبوط حاد نتيجة الإقصار من القهوة والتدخين مما تسبب فيه إحداث مضاعفات وبشكل مفاجئ لافتا إلى إنها نقلت إلى أحد المستشفيات بالأسكندرية على الفور للإطمئنان على حالتها الصحية فيما قالت حيات الدرديري إنها تناولت وجبة أسماك فاسدة بعد رحلة صيد قامت بها برفقة زوجها توفي عكاشة حيث يقضيان أجازة الصيف في الساحل الشمال وقالت أصبت بحالة إعياء شديدة فور تناول السمك وانتقلت إلى مركز السموم بالأسكندرية لعدم جاهزية المستشفى الموجودة بالساحل وأضافت إنها أجرت عملية غسيل معدى على الفور حتى تمثلت للشفاء مؤكدة إنها تتواجد في منزلها حاليا وتمارس حياتها بشكل طبيعي يبدو إن أزمة عصام الحضري والفتاة المكسيكية جيوفانا التي نشرت له تسريبات صوتية واعترف بها لم تنتهي بعد بعد ما قررت زوجة الحضري صابرين الزهور في المشهد وإرسال رسالة صوتية تطالبها بوقف مرسلة الحضري وتهدتها في حال نشر تلك المحادثات ونشرت جيوفانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر الرسائل الصوتية التي زعمت إنها تلقتها من صابرين والتي تضمنت بعض التهديدات بل وصل الأمر للسب بالألفاظ البزيئة بحسب ما ذكرته جيوفانا وحذرت صابرين الفتاة المكسيكية قائلة ابعادة عن جوزي وقف محاولاتك أنت وصحبتك أنا مش زيه ومش هتخدم إننا فلوس وجربي محاولاتك دي مع حد تاني وتبعت زوجة الحضري حديثها للفتاة المكسيكية بالسب والقصف بألفاظ بزيئة للغاية ومن جانبها ردت الفتاة المكسيكية جيوفانا قائلة حقا أسوأ عدو للمرأة هو المرأة زوجة الحضري بتشتمني أنا وصديقتي كأنني أنا المخطأة وزوجها الذي يبلغ من العمر 47 عام ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كلامنا وتبعت وقالت أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدل من سبي أنا وصديقتي ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا أي خطأ وشاهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة لعصام الحضري بسبب فتاة مكسيكية واللي نشر التغريدة تضمنت رسالة باللغة العربية من الحضري وبعدها نشرت صورة لها وكتبت عليها أفتقد مكلمات الفيديو اليومية ماكي أحبك مع نشر صورة من محادثة سابقة الأمر الذي تدخل فيه الحضري لحسم الجدل إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال يا جماعة منع للقيل والقال أنا ما بحبش أتكلم كتير في أي موضوع يحصل اللي بيطلب من رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن في دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس ريحوا نفسك وشوفوا الكتريند غيري تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أن بقى تفيد بخطوبة الفنانة الكبيرة نبيل عبيد ولكنها أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة ونفت خطبتها وقالت نبيل عبيد كل يوم يقولوا على فنان توفى وأول انبارح أيضا نفس الشائعة ولكن ما يقال حول خطبتي كل ده كلام فاضي وفارغ ومحدس يصدق أي حاجة من الكلام ده يذكر إن آخر أعمال نبيل عبيد كان مسلسل سكر زيادة وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وشاركها البطولة عدد من النكمات منهم نادي الجنزي وسميحة أيوب وهالة فاخر وهنادي مهنة وأميرة هاني وآخرهم في أول تعليق للطيار أشرف أبو اليسر على حكم محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسبه وقصفه وتبرئة محمد رمضان من التهم الموجهة إليه وقال لا تعليق على أحكام القضاء مؤكدا أنا مؤمن بقضاء ربنا وحقي هاي جيلي وكاشفا إنه بيتشاور مع فريق المحامين الخاص به لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت أخيرا بحبس محمد رمضان سنة وكفالة 10 تلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديوهات تسيق إلى الطيار أشرف أبو اليسر المعروف إعلاميا بالطيار الموقوف وتقدم بالاستئناف أحمد الجندي المحامي وكيل محمد رمضان وذلك بعد تزديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من المحكمة بعشر تلاف جنيه لتحدد جلسة أمس النظر بالاستئناف وتعود الأزمة إلى شهر سبتمبر 2019 بعد ما نشر محمد رمضان فيديو ظهر فيه داخل الطائرة وهو يقول إنه بيقوم بتجربة مختلفة مع تعليق من الشخص الذي يصور الفيديو بأن محمد رمضان هو من يقود الطائرة وعلى الأسر صدر قرار بوقف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحية ووقف مساعده لمدة عام ليخرج محمد رمضان مؤكداً إنه لن يتركه في محنته وبعدها أوضح الطيار الموقوف إنه لم يكن يدري إن محمد رمضان سيصور فيديو ظناً إنه سيكتفي بالتقاط صورة تسكيرية ومشيراً إلي إنه تسبب له في مشكلة كبيرة لكن محمد رمضان أكد إن الطيار كان على علم بكل ما حدث وإنه حاول مساعدته ووجد له فرصة عمل واحتسب تعويضاً له ووصل إلى 9 ملايين جنيه أظهرت الفنانة ريمي البارودي السبب في إعواجاج فمها تحديداً وإن هذه المشكلة بيلاحظها المتابعين وبيتهموها بإنها بتتدلع وأكدت إنه عيب خلق في فمها وإنها لا تقصد تدلع في الأمر على الإطلاق وأكدت إنها كانت تعاني من السمنة في فترة ما وده خلصت منها قائلة كنت تخينة جداً جداً وما كنتش بزعاً لإني مفيش حاجة عبني بالعكس بحب الناس وبقول أنا كنت تخينة وخسيت وأنا أخدت قرار أني لازم أبقى شكل تاني وكشفت عن جواليس خلال مسيرتها الفنية في البداية قائلة إنها تعرضت للظلم من الفنانة نادي الجندي عندما اخترتها في أن تشارك في فيلم إمرأة هزة عرش مصر وقالت عندما كنت طالبة في مدرسة راهبات الأرمن الكاسوليك وكان عمري 14 سنة كانت بدايتي وهو أول عمل فني لي وتبعت ريم وقالت نادي الجندي اخترتني لتكسي دور الملكة ناريمان وكنت صغيرة قوي وشالت لي كل المشاهد بتاعتي وما فضلش إلا مشهدين أو ثلاثة والباقي كله تشال ومعرفش تشاله لي وأضافت وقالت لما رحت السينما لقيت مشهدين ونادي الجندي كانت هي اللي بتختار وعرفت إنها حزفت مشاهد لي علشان كنت تخينة جداً وقررت وقتها أبقى شخصية تانية وتحدثت عن تعملها مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت كنت الأول برد على السوشيال مادية وقررت أعمل بلوك على طول وأنا سهلة أو تستفزيني وسهلة جداً حقيقي وتذكرت موقف مؤثر لها وقالت كنت بعمل عمرة وكنت فرحانة جداً وفضلت فترة طويلة ما عملش عمرة ولقيت ناس بتشتمني وبتتريق على أنفي وحى وجبي وبتديت أرد عليهم ولقيت الفنانة وفاقة عامر بتقولي ما تردينش علشان ما تضيع عيش العمرة ودى الوقت سيبت كل اللي يشتم يشتم ما بقيتش أرد على أي حد ترجمة نانسي قنقر